اطلع اربعون قنصلا ودبلوماسيا اجنبيا لدى السلطة الوطنية الفلسطينية على البنايات الاحدى عشرة التي هدمتها السلطات الاحتلال بداية الشهر الماضي في بلدة قلنديا شمال مدينة القدس المحتلة تفاصيل اوفا في التقرير التالي لن يعرف ماذا حدث ان لم يزوروا مكان الحدث ولن يعو حجم مأساة ستة وثلاثين اسرة فقدت المأوى مع هدم الاحتلال لاحد عشر بناية سكنية في بلدة قلنديا شمال القدس المحتلة لن يعو ذلك ان لم يشاهدوا اثره بامي اعينهم من هنا جاءت زيارة عدد من القناصل الاجانب في فلسطين لهذا المكان هم يقرأوا في الصحف ولا يستطيعوا تصوروا ما فعله الاسرائيليين الا عندما يروا بانفسهم يعني هو القضية هذول الناس هم اللي بيبعثوا تقارير الى بلادهم عن ما تفعله اسرائيل هنا الناس لازم تشوف بعينيها حتى لما بكتب لبلده بكتب بلده لقد رأيت لقد كنت لقد سمعت علينا نصاعد حملتنا في العالم حقيقة في مواجهة هذا الاستعمار الكولونيالي الاستيطاني الابرتهيدي العنصري الاسرائيلي بالطلاع هم على الركام الممتد على طول البصر سيع القناصل صورة الحقيقية للمجرمي والضحية قد يغيرون من النظرة النمطية التي لطالما ساوت بين الفلسطينيين والمحتلين في مجتمعاتهما الغربية فالهدف هنا ان ينقل هؤلاء رواية من خسر الحلم وابسط حقوقهما الانسانية بامتلاك المأوى كان لنا احلام كبيرة جدا وكنا نتصور كيف مستقبل هذا البيت بده يكون اللي بيضم العائلة وكنا ما نتصورش ابدا ان في يوم من الايام ممكن هذا البيت ينهدم ووضعوا اختارات مدتها 24 ساعة وفي الليلة التالية وقبل مضي 24 ساعة كانت آليات الهدم المعززة بقوات عسكرية كبيرة بتحمل جميع انواع الاسلحة بتهجم على هذه البوت بوحشية نادرة انتظر الاحتلال حتى تحول حلم العائلات هذه الى حقيقة ليحولون الحلم الى ركام كما ترون القناصل في جولة هنا ليطلعوا على معاناة السكان وينقلوا الصورة الحقيقية لانتهاكات الاحتلال لهؤلاء السكان الى دولهم ومواطنها من بلدة قلنديا قرب مدينة رمالة المحتلة حافظ ابو صبرة رؤيا